سنتحدث إذن عن هذه التطورات في العراق ونتوقف خصوصا عند مقالته منظمة العفو الدولية من أن خمسة متظاهرين قتلوا في بغداد بقنابل مسيلة للدموع اخترقت جماجمهم دعية المنظمة دعية العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع غير المسبوق من القنابل إذن نخصص لهذه المسألة فقرات وقفة مع الحدث هذا المسألة معنا خالد الغرابلي مسألة خير خالد نتوقف إذن عند هذا السلاح الفتاك في هذه الفقرة ما الذي يجعل قنبلة الغاز المستخدمة في العراق؟ ما الذي يجعلها سلاحا قادرا على القتل وفتاكا بهذا الشكل؟ سنشاهد بعد قليل صورة لهذا السلاح حتى نتعرف عليه قنبلة الغاز التي من المفترض بالأساس أن تكون هي قنبلة الغاز هذه هي قنبلة الغاز التي حصلت على صورة لها منظمة العفو الدولية كما نرى هي بقطر حوالي أربعين مليمتر ورأس هنا رأس فلاذي هذا رأس الفلاذي قادر على تحطيم الزجاج عند الإصدام به لكن على كل أحوال ليس هذا هو الذي يميز هذا السلاح أولا نشير إلى أنه ستكون هناك بعض الصور التي قد تزعج البعض وبالتالي نتمنى على ضعاف القلوب أو من لديه أطفال بجانبه أن لا يشاهد هذه الفقرة فقرة وقفة وقفة مع الحدث إذن هذا السلاح يميزه أمراً الأمر الأول الوزن السقل أي قنبلة الغاز عادية وزنها يتراوح ما بين 25 إلى 50 جرام هذه القنبلة تزيد في الوزن ما بين 5 إلى 10 أضعاف يعني ما بين 220 إلى 250 جرام ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه إذا استخدم قاذفان لإطلاق قنبلتين واحدة مثل هذا النوع من القنابل والأخرى قنبلة غاز عادية عند الإصدام بالهدف هذه القنبلة سيكون لها تأثير مدمر أقوى من قنبلة الغاز العادية بالنسبة من 5 إلى 10 أضعاف مقارنة بالقنبلة قنبلة الغاز العادية الشيء الآخر أو الأمر الثاني لا يتعلق بطبيعة القنبلة ولكن يتعلق بطريقة استخدام القنبلة بالعادة سنرى صورة الآن توضح عادة رجال الشرطة رجال مكافحة الشغب عندما يستخدمونها القنبلة يستخدمونها بهذا الشكل طرعين كوزيد أنهم يوجهون السلاح باتجاه السماء إلى حد ما ويطلقون القنبلة لأن الهدف من إطلاق القنبلة بهذا الشكل ما هو أن تتجه أن تقلل سرعة القنبلة عند إطلاقها وأن لا تصيب المتظاهرين بشكل مباشر وأن عندما تقع على الأرض لأن الهدف منه هو إطلاق الغاز لتفريق المتظاهرين هذا هو الاستخدام العادي للقنابل المسيلة للدموع لكن أمنيستي جمعت أدلة كما تقول ما هي هذه الأدلة تحدثت مع العديد من شهود العينة الذين شاركوا في التظاهرات في العراق تحدثت مع عدد من العاملين في المجال الطبي حصلت على صور تطلعت على سجلات طبية في العراق وأيضا استشارت خبير في الطب الشرعي وقدمت له صور ليستطيع أن يقدم بعض التفسيرات لها هذه الأدلة ماذا تقول؟ تقول أن استخدام السلاح في العراق يتم بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين ومن مسافة قريبة ويستهدف الرأس أو الجسد وبالتالي عندما يتحول الاستخدام بهذا الشكل هذه القنبلة التي شاهدناها قبل قليل تتحول إلى رصاصة قاتلة لأنها توجه بشكل مباشر إما إلى الرأس أو إلى الجسد ونرى هنا هذه صورة لإشاعة طبية هذه هي جمجمة أحد المصابين وهذه القنبلة في الداخل بعد أن حطمت الجزء الخلفي من جمجمة المتظاهر هناك صور أخرى هناك فيديوهات أخرى أكثر قسوة من ذلك لا نستطيع طبعا بثها لكن نستطيع أن نقول ما كان فيها أحد الشباب المتظاهرين الذي أصيب بشكل مباشر جدا بإحدى هذه القنابل في عينيه كل ما نراه بعد ذلك أن هناك حفرة مكان العين والدخان يخرج من عينيه والشباب الذين كانوا حوله يحاولون إطفاء عينيه من هذه الإصابة التي أصابته بشكل مباشر إذن هذه الإصابات هذه القنابل أصبحت تستخدم كرصاص قاتل طبعا مع فرق الحجم حجم الرصاص العادية وحجم هذه القنبلة ومع فرق طبعا التأثير وفي النهاية عدد من قتلوا قد يكون أكثر كثير من خمسة يعني في الموجة الأخيرة من التظاهرات قتل على الأقل 100 متظاهر من المسؤول عن استخدام هذا السلاح وبالأصل لماذا يستخدم من المسؤول سؤال في غاية الأهمية لأن المتظاهرين كانوا يتهمون ميليشيات تابعة لإيران لكن نعود فقط إلى مقاله الرئيس برهم صالح في حديثه في خطابه بالأمس كان يتحدث عن ضرورة أن تقوم الحكومة بالمزيد من الجهود لكي يكون السلاح حكرا على الدولة إذن هناك سلاح في يد منهم خارج الدولة كان يتحدث عن ضرورة محاكمة المجرمين الذين يستخدمون العنف المفرط ضد المحتاجين إذن هناك مجرمين خارج إطار الدولة كما أصفهم رئيس البلاد رئيس الحكومة قبل بدء الجولة الثانية من الحركة الاحتجاجية كان يعد المتظاهرين بحمايتهم لكن من الواضح أن بعد هذا الوعد قتل أكثر من مئة متظاهر هذا معناه أن رئيس الحكومة غير قادر على حماية المتظاهرين من هو القادر؟ نعود إلى مقالته Associated Press بأنه في اليوم الثاني من الاحتجاجات وصلت طائرة مروحية إلى المنطقة الخضراء وخرج منها كان من المفروض أن يخرج منها رئيس الحكومة لكن من خرجه هو قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني واجتمع بقادة أمنيين ليطمئنهم أنه سبق وأن رأت إيران مثل هذا الوضع داخل إيران وأنها ستستطيع أن تسيطر عليه هذا يفهمنا أنه إن كان هناك من له سلطة أن يستبعد رئيس الحكومة ويأتي هو ما كان في هذا الاجتماع أن صاحب الكلمة الأخيرة في مثل هذه الأمور هو إيران بغض النظر أن هذا الأمر يتعلق بأجهزة دولة أو أجهزة خارج سيطرة الدولة لكن نراحظ شيء في غاية الأهمية أنه من بداية الحركة الاحتجاجية في أول شهر الماضي وحتى الخامس والعشرين من الشهر الماضي لم تكن تستخدم هذه القنابل في يوم الجمعة الخامس والعشرين بدأ استخدام هذه القنابل قنابل الغازة التي تحولت إلى قنابل تفجر الرأس بشكل الذي رأينا ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هناك قرار إيراني بالتصعيد لحسم الأمور أمنيا ابتداء من الجمعة الخامس والعشرين من الشهر الماضي